السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوي الصناعي تخصص التبريد وتكييف الهواء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكييف الهواء تحدثنا في اللقاء الصابق بحول الله عن مادة تكنولوجيا التبريد وتطرقنا من خلال المادة على باب آخر من أبواب المادة وهو كان باب مهم جدا من خلاله عرفنا أجهزة أو الدوائر الميكانيكية لأجهزة التبريد المنزلية وشرحنا من خلالها الدائرة الميكانيكية للسلاجة التي يتم إزابة الصقيع بها يدويا والدائرة الميكانيكية للسلاجة المركبة التي يتم إزابة الصقيع بها يدويا والمجمدات الرأسية بأنواعها وشرحنا من خلالها نظرية عمل واستخدام كل نوع من الانواع السابقة ان شاء الله النهاردة هناخد مادة بناء على رغبة ابنائنا الطلاب هناخد الحلقة الثانية من مادة الرسم الفني وكنا عرفنا في الحلقة الاولى اساسيات الرسم الفني بناء على رغبة معظم ابنائنا الطلبة والطالبات ايضا شرحنا الاساسيات اللي من خلالها بنقدر نستنتج اي مسقط قد يكون موجود عندي ونلمس مادة الرسم بشكل ملحوظ وبشكل ملموس بحيث ان الطالب يعرف يربط او يستنتج بين المساقط التلاتة اللي بيكون موجودة عندي وعرفنا من خلال الاساسيات وتطرقنا الى استنتاج المسقط السالس مع عمل قطاع استكمالا للحلقة السابقة بحول الله هناخد ايضا انوان حلقتنا النهاردة وهو استنتاج المسقط السالس مع عمل قطاع فبعض التمرين المهمة واللي بتصادفنا واللي بتيجي باستمرار في امتحانات الدبلون بحول الله نشوف اول تمرين عندنا وهو تمرين وده زي ما احنا شايفين بالنسبة لابنائنا الطلبة التمرين الاول اللي موجود عندي هو رقم واحد في الكتاب المدرسي بيقولي التمرين الرسم يوضح المسقطين الرأسي والأفقي لقطعة ميكانيكية والمطلوب رسم الاتي بمقياس رسم مناسب طبعا يا ولاد اما يذكر مقياس رسم مناسب طبعا هو ما ذكر ليش نوع من مقياس الرسم زي ما ذكرناه سابقا مقياس رسم يبقى مقياس الرسم هو واحد على واحد او واحد الى واحد يعني بنفس الابعاد اللي موجودة عندي في الرسم ولكن فيه طبعا مقاييز بتبقى مقاييز تكبير وفيه ايضا مقاييز بتبقى مقاييز تصغير الفرق بينهم ان مقياس التكبير احيانا بتكون لوحة الرسم عندي صغيرة بالنسبة للمساقط فبنبتدي احنا نقبر او نبتدي نصغر الرسم على حسب مقياس الرسم اللي بيكون موجود عندي طيب طالب مني ايه اولا قطاع رأسي كامل عند المحور اي ايه وطبعا زي ما احنا شايفينا يا شباب المحور اي ايه وشرحنا انواع القطاع وفائدة القطاع والشكل العام للقطاع وازاي بنعمل عملية التهشير في الحلقة السابقة النهاردة هنكمل ايضا ونفهم بالتفصيل الممل كيفية استنتاج المساقط السالس مع عمل قطاع بس احنا تطرقنا هنا جبنا مساقط موجود عندي في قطاعين القطاع الاول وهو قطاع رأسي كامل عند اي ايه والقطاع الاخر وهو قطاع جانبي عند بي بي ومسقط افقي كامل وزي ما احنا قلنا يا شباب انا من غير افرض انا في جيت في رسمة من رسومات وقلت الابناءنا الطلبة قبل كده ان انا ممكن ما اكتبشي الدباجة دي او ممكن ما اكتبشي المطاليب دي اعرف هو طالب مني ايه من خلال الاسهم اللي بيكون موجودة عندي يعني هنا احنا قلنا اما يكون السهم لاعلى اه اتجاه السهم لاعلى يشير الى المسقط الذي يتم فيه عملية القطاع يبقى اذا السهم يشير الى المسقط الرأسي يبقى اذا عملية القطاع هنا ولادها تتم فين في المسقط الرأسي وهنا نشوف الاسهم اللي هو عند بي بي موجود فين السهم اتجاهه يشير الى المسقط الجانبي يبقى اذا القطاع هيتم ايضا في المسقط الجانبي طيب احنا زي ما عودناكو قبل كده نبتدي نحلل الرسمة اللي بيكون موجودة عندي يعني على سبيل المثال نعرف كل جزء مكانه فين في المسقط الرأسي ومكانه فين في المسقط الجانبي او في الافكي طيب نشوف الايزومتريك او المنظور الهندسي وطبعا احنا بنرسم المنظور الهندسي لابنانا الطلبة كحاجة توضيحية او كشكل توضيحي ولكن انت مش معني بانك ترسم المنظور الهندسي ايضا انت مش معني انك ايه تلاحظ اي حاجة من غير المنظور الهندسي طيب نشوف هنا كده يا شباب نلمس كل جزء الجزء ده عبارة عن قطعة ميكانيكية بتتركب فيه اجهزة التبريد والتكييف واجزاء اخرى تاني طيب نحلل رسمتنا الجزء الكبير اللي هو عبارة عن استوانة ادي الاستوانة موجود لما نيجي نبص من المسقط الافق ياولاد ادي المسقط الافق شايف الاستوانة اللي هي باللون الاحمر هنا موجودة عندي زي ما احنا شايفينها وفي استوانة داخلية موجودة باللون الازرق انا حرست انني ارسم او انني اوضح كل استوانة بلون مختلف علشان اما اجي استنتج المسقط التالت عندي يكون شكل اللون واضح لابنائنا الطلاب بحيث ان يعرف يفرق بين كل استوانة والتاني طيب احنا قلنا قاعدة الاستوانة ايه ياولاد في الحصة اللي فاتت او في الحلقة اللي فاتت قلنا ان الاستوانة بتزهر بشكلها الحقيقي او بتزهر دائرة في مسقط واحد فقط بينما المسقطين الاخرين بتزهر لي مستطيل زي ما احنا شايفين هنا كده دي ظهرالي دائرة ظهر لي هنا الشكل مستطيل يبقى ما نيجي نقول هتيجي في الجنب ايه يا طلابنا هنقول يا مستر هتيجي مستطيل على حسب الطول عندي يبقى ازا الدائرة ظهرالي هنا دائرة ظهرالي هنا مستطيل يبقى هتيجي في الجانب ايه ايه ايضا مستطيل تب تعالوا نشوف الكلام ده على المنظور الهندسي اللي عندي ادي الشكل اللي موجود عندي شايف في المسقط الافكي في الايزومتريك شايف مستطيل شايف قصدي دائرة عفوا هنا دائرة موجودة باللون الاحمر ولكن اما جاب الصلة من الجهة الرأسية او من المسقط الرأسي انا شايف ايه ياولاد شايف مستطيل بالشكل اللي بيكون موجود عندي يبقى اذا هتيجي في المسكة الجانبي ايضا مستطيل نشوف الاستوانة رقم اتنين وadه زي ما احنا شايفين في الاستوانة رقم اتنين زهرى لي هنا اللي هي باللون الازرق زهرى لي هنا ايضا دائرة زهرت لي هنا مستطيل بناءا على قاعدة الاستوانة يبقى هتزهر لي في المسكة الجانبي مستطيل طيب بس في حاجة هنا زيادة ان الاستوانة الداخلية اللي هي موجودة عندي فيها مجرى صغيرة كده عملناها المجرى ديا زي ما أنا ممكن أحط زي تيلة أو زي حاجة بحيث أنها تمسك الحاجة أو الرسمة أو القطعة الميكانيكية اللي أنا هحطها أو هوضعها داخل الاستوانة لذلك فيه هنا مجرى جايا لي هنا فوق نقاط والاستوانة اللي أيضا رقم اتنين اللي هي باللون الازرق الداخلية موجودة هنا نقاط طب هي موجودة نقاط ليه لأن أنا ما بص من الجهة الرأسية هشوف الاستوانة الخارجية فقط بينما الاستوانة الداخلية مش هشوفها بس هي موجودة فأنا بقولك أن الاستوانة الداخلية موجودة داخل الرسمة اللي موجودة عندي ولكن أنا مش شايفها في الوضع الرأسي فظهرت مكانها نقاط نتجه إلى الاستوانة الأخرى وهي الاستوانة السالسة اللي هي في الطرف الآخر من المسكة الأفكي وزي ما احنا شايفين اللي هي القطر بتاعها من دهولي اتنين واربعين أو الفاي اتنين واربعين موجودة هنا فين يا أولاد موجودة هنا هو بالشكل العام بتاعي اللي هو موجودة خارجية وزي ما احنا شفناها ايضا موجودة هنا دائرة في المسكة الافوكي موجودة مستطيل في المسكة الرأسي يبقى ايضا هتوجد مستطيل او هتبقى مستطيل في المسكة الجانبي دائرة مستطيل يبقى تظهر لي في المسكة الجانبي ايه مستطيل وكذلك الدائرة الداخلية اللي باللون الازرق موجودة عندي موجودة هنا شكل مستطيل بس ظاهر لي لان انا ببص من المسكة الافقي فانا شايف الدائرة اللي موجودة عندي من اعلى وبالتالي انا شايفها دائرة ظهرة عندي ولكن عندما انظر او عندما اشوف من المسكة الرأسي هشوف ان الدائرة مز ظهرة ولكن هي موجودة فبعمل مكانها ايه مكانها نقض في عندي كمان جزء مهم جدا وهو الاعصاب وطبعا اما نقصد بالاعصاب هنا اللي هي ايه الاعصاب دي يا ولاد هي الدعامة الاساسية اللي بتمسك الرسمة اللي بيكون موجودة عندي يعني انا عندي قطعة ميكانيكية زي اللي واضحة قدامي او زي اللي موجودة قدامي في الرسمة دي دلوقتي القطعة الميكانيكية ديا علشان امسك جميع اجزاءها ببعضها البعض لازم يكون في اعصاب اللي هو جمع العصب اللي عندي اللي هو بيبقى الدعامة اللي بتمسك القطعة الميكانيكية او الشكل الموضح امامي زي ما احنا شايفين هنا في عصبين العصب اللي هو موجود باللون الازرق اللي عندي والعصب اللي هو موجود باللون البني اصرت او اصريت انني الوانه هنا عشان نعرف نفرق بين الاثنين طيب العصب قاعدة العصب بتقول ايه اولاد زي ما احنا قلنا من الحلقة الماضية بحول الله قلنا ان قاعدة العصب العصب بيظهر مساحة في مسكة واحد فقط وسمك في مسكتين مساحة في مسكة واحد وسمك في مسكتين طيب تعالوا نشوف الكلام ده كده على المنظور الهندسي ادي الشكل العام للمنظور الهندسي اللي عندي العصب اللي هو باللون الازرق اللي عندي هنا انا ما اجب الصلو من المسكة الرأسي شايفه مساحة اللي هو الشكل الغير معلوم او غير مستودة ده مساحة طيب أشوف هنا فين أشوف على المسكة الرأسي أيضا أو شفت شكل العصب عندي مساحة ولكن عندما أنظر إلى العصب من المسكة الأفقي أو من الناحية الأفقية أقصد من أعلى هنلاقي هنا سمك للعصب وليس مساحة طيب عندما أنظر إلى العصب أيضا من الجهة الجانبية هلاحظ أن العصب أيضا هيكون سمك وليس مساحة إذن العصب بيظهر عندي سمك في مسكتين ومساحة في مسكة واحد فقط لازم أبناءنا الطلاب يكونوا عارفين كده عشان من خلالها نعرف نستنتج أي مسكة قد يكون موجودة عندي طيب نشوف أيضا العصب الآخر اللي هو ماسك الاستوانطين من أسفل زي ما إحنا شايفين العصب ماسك الاستوانطين من أسفل ومتلاقي مع العصب اللي في المنتصف من أسفل بحيث أن سمك العصب بيتلاقوا لتنين مع بعض لذلك إحنا بنقول للأبناءنا الطلاب أما يكون في عصبين زي اللي موجودين عندي بالشكل ده ده يشبه زراعة توصيل اللي موجود في الضواغات عندنا يبقى لازم العصبين يطلاقوا عندي من أسفل على حسب مساحة وسمك وكل عصب طيب العصب أنا شايفه هنا من الجهة الرأسية سمك اللي هو الارتفاع بتاعه عشرين أو السمك بتاعه عشرين أنا شايفه هنا سمك ولكن أما أجب الصلوم من الجهة الأفقية من فوقها لقيه مساحة اللي هي موجودة عندي هنا وموجودة عندي هنا ومن الجهة الجانبية أيضا هشوفه السمك موجود من الجهة الهنا ومن الجهة الأخرى اللي عندي طيب يبقى بكده إحنا حللنا الرسمة اللي موجودة عندي وعرفنا كل مكون عندي شكله إيه أو مساقته إيه أو استنتاجه إيه هنيجي إن شاء الله بقى نشوف كيفية استنتاج المسقط الثالث للتمرين اللي موجود قدامه هنا يبقى خلي بالنا إحنا عرفنا قاعدة العصب وعرفنا قاعدة الدائرة وعرفنا إذا العصب بيظهر سمك في مسقطين ومساحة في مسقط واحد فقط وأيضا عرفنا إن الإستوانة بتظهر دائرة في مسقط وبتظهر مستطيل في مسقطين آخرين وأصرنا إن إحنا نلون لأبناءنا الطلبة الأيزومتريك اللي جاي عندي على أساس إن إحنا نلمس كل جزء ونعرف كيمة كل جزء موجودة إزاي داخل المسقط نيجي نشوف بقى إزاي بنستنتج المسقط الثالث على نفس التمرين أدي الشكل العام عندي المسقطين اللي هو المسقط الرأسي والمسقط الأفكي موجودين أمامي ونشوف إزاي بنستنتج المسقط الثالث طبعا إحنا بنعمل الإحداثي ده الإحداثي ده مش مطلوب من أبناءنا الطلاب إن إحنا نعمله في ورقة الرسم ليه لإن ده إحنا بس بنعمله كناحية تخيولية بحيث إن أبناءنا أو الطالب عندي يلمس المكان موجود فين في المسقط الجانوي دي اللي كنا بناخده في الصف الأول السنة وبحاول اللام طيب عملنا زاوية 45 ونبتدي عن طريق التقاطعات اللي بيكون موجودة عندي أول حاجة هنعمل له إيه يا شباب هنشوف أبعاد المسقط الجانبي اللي موجود عندي يبقى أول حاجة بعد ما نرسم الشكلين اللي عندي دول هنبتدي نشوف أبعاد المسقط الجانبي طيب تعالوا مع بعض كده نطلع أبعاد المسقط الجانبي بطريقة ثالثة وبطريقة جميلة على أساس أن انت ما تنسهاش احنا خدنا أكبر ارتفاع موجود عندي في المسقط الأفقي هنا هو كطر الإسطوانة اللي موجود عندي الإسطوانة الداخلية فكان كطر الإسطوانة يا شباب 55 وبالتالي هيبقى أبعاد المسقط الجانبي 55 في ايه في الارتفاع اللي موجود ارتفاع الرأسي وهو كام 60 نشوف كده الارتفاع أصبح الارتفاع عندي 55 والارتفاع من الناحية الأخرى كام 60 يبقى طول المسقط 55 في ارتفاع 60 جبناهم منين يا شباب جبناهم على أكبر حاجة طيب يفرض ممكن طالب من طلابنا الأعزاء يقول يا مستر طيب في حاجة أكبر أو في جزء أو في قطعة ميكانيكية موجود فيها الإسطوانة ولكن الإسطوانة هي ليست أكبر بعدا داخل المسقط يبقى احنا بناخد أكبر بعدا لو كان في حاجة أكبر من الإسطوانة مثلا على سبيل المثال قاعدة يبقى إذا ناخد القاعدة اللي بيكون موجودة عندي على حسب بعدها ونحطها طول المسقط الجانبي يبقى احنا كده حددنا أبعاد المسقط الجانبي 60 في 55 تاني حاجة يا شباب نعمل له إيه علشان نستنتج المسقط الثالث والمسقط الجانبي نشوف المحاور المحور في محور في المسقط الأفقي في المنتصف يبقى احنا هنا هنعمل محور في المنتصف وهيظهر قدامي بالشكل اللي بيكون موجودة عندي يبقى دي حاجات بسيطة وبعملها الأول وباخد عليها درجات يبقى التفاصيل البسيطة اللي أنا بعملها في الأول ممكن بكل سهولة من خلالها أو بعدها أقدر استنتج المسقط الثالث اللي عندي بكل سهولة وبكل يسر حددنا أبعاد المسقط بعد ما حددنا أبعاده نحدد المحور اللي بيكون موجود عندي طيب بعد ما احنا خلصنا المحور نشوف استوانة استوانة زي ما احنا شرحناها ونشوف اسقطها من الناحية الجانبية هيجي الزائم طيب نشوف الاستوانة الأولى واللي هي الاستوانة الكبرى وهي الكتر بتاعها 55 يا شباب موجودة هنا استوانة دائرة موجودة هنا مستطيل يبقى هتيجي هنا مستطيل طيب ما فيه معلومة صغيرة هنجي نقولها هنحط المستطيل أو هنرسم المستطيل فين يا شباب المستطيل هو أكبر حاجة عندي هو اللي موجود داخل المسقط الجانبي وبالتالي المستطيل اللي موجود عندي ده هو اسقاط الاستوانة الكبرى اللي هي باللون الأحمر اللي هو الفاي أو كترها 55 يبقى دي اسقاط الاسطوانة الاولى طيب تعالوا نشوف الاسطوانة رقم اتنين الاسطوانة رقم اتنين اللي باللون الازرق عملنا الاسقاط اللي عندي هنا ظهرت لي هنا دائرة ظهر لي هنا مستطيل مستطيل مختفي يبقى هكي لي هنا زي ما ظهرها بالزبط مستطيل مختفي طب احنا طلعنا بطول المسكت لي يا شباب لانها موجودة في المسكت الرأسي بطول المسكت يعني في المسكت الرأسي موجودة بالطول طب افرد جالت على سبيل المثال زي ما هنشوف في نفس الرسمة الارتفاع جالي مثلا في منتصف المسكت يبقى هتطلع اسقطها في الجانبي في منتصف المسكت ايضا يبقى انا باخد الارتفاع من هنا وباخد هنا الطول من المسكت الافقي يبقى كده ظهرت لي الاستوانة رقم ايه الاستوانة رقم اتنين طيب تعالوا نشوف التجويف او المجرى اللي بيكون موجودة عندي هنا اسقطها هيجي ازاي طيب انا شايفة هنا موجودة على المحور يبقى اذا هي موجودة زي ما احنا تطرقنا لها في المنظور موجودة في منتصف المسكت يبقى هتظهر هنا فين يا اولاد هتظهر في منتصف المسكت اللي عندي على المحور اشوف البعد بتاعها كام البعد بتاعها هنا مدهولي اتناشر يبقى انا او ستة وستة او على حسب بعدها اللي بيكون موجود عندي ببتدي انزل الاسقاط اللي عندي واطلع واطلعت بالايه بالمجرى اللي بيكون موجودة عندي وعرفنا ايضا انها بطول المسكت لانها موجودة في المسكت الرأسي بطول المسكت ايضا يبقى احنا بكده عملنا الاستوانة رقم واحد الكبرى وعملنا الاستوانة رقم اثنين اللي هي الصغرى الموجودة وعملنا التجويف او المجرى اللي بيكون موجودة عندي داخل الاستوانة الداخلية نشوف الاستوانة رقم ثلاثة والاستوانة رقم اربعة ايضا نشوف اسقاطهم ازاي طبعا بالبديه كده ابناءنا الطلاب لو احنا عرفنا اسقاط الاستوانة الاولى والاستوانة الثانية او الاستوانة بصفة عامة يبقى هقدر من خلالها اقدر اجيب الاستوانة رقم 3 والاستوانة رقم 4 على اساس ايه يا ولاد هنقول مرارا وتقرارا ان الاستوانة بتظهر بشكلها دائرة في مسكت واحد فقط ولكن المسكتين الاخرين بتظهر مستطيل او مربع او على حسب الطول اللي موجود عندي طيب تعالوا نشوف الاستوانة رقم 3 اللي عملنا باللون الاخر الاستوانة هنا ظهر لي هنا يا شباب ظهر لي هنا دائرة طيب نشوف كده اسقاطها طلعنا بالاسقاط اللي عندي هتظهر لي هنا ايه مستطيل ايضا كما موجودة وعملناها بنفس اللون كما هي موجودة في المسكت الرأسي طب طول اللي قد ايه يا مستر طبعا لو احنا قلنا طول اللي بطول المسكت هنبقى غلطانين ما احنا بناخد الارتفاع يا شباب من المسكت الرأسي طب هو ارتفاعها هنا كام 40 يبقى اصبح ارتفاع الاستوانة رقم 43 ايضا موجود في المسكت الجانبي طب احنا عملناها ظهر ليه لاننا ببص من الناحية الجانبية والناحية الجانبية بتكون الناحية الخارجية هي الاستوانة الاستوانة على مرمى بصري مباشرة هي الاستوانة الخارجية اللي هي قطرها عندي 42 وارتفاعها كام 40 يبقى ظهرت لي هنا دائرة مستطيل مستطيل بس انا شايفه نيجي للاستوانة رقم 4 والاستوانة رقم 4 هنا يا شباب نفسها نفس الاستوانة رقم 3 باللون الازرق هنا نعمل اسقاطها طيب اسقاطها طلع فين ايوا طلع هنا الاسقاط عندي نقاط زي ما احنا شايفين طيب طلعناها بطول الاستوانة هي موجودة هنا استوانة مفرغة من الداخل وفي استوانة داخلية انا مش شايفها وطولة ايضا هو طول الاستوانة الخارجية اللي مسك فيها اللي هو طولة 40 وبالتالي انا طلعت بالاستوانة من هنا وطلعت الطول بتاعي جالي 40 بطول الاستوانة يبقى كده احنا عملنا الاربع استوانات اللي بيكون موجودة عندي اللي هي الاستوانة رقم واحد والاستوانة رقم اثنين والاستوانة رقم ثلاثة والاستوانة رقم اربعة وكل من الاسطوانات دي ظهرنا كلهم على حسب بعده موجود داخل المسكة اللي عندي نيجي نشوف جزء مهم جدا ومعظم ابناءنا الطلبة بيسأل عليه وبيخطأ فيه هو ازاي اعمل مساكة الاعصاب اللي بيكون موجودة عندي احنا قلنا مرارا وتكرارا ان مساكة الاعصاب ان العصب بيظهر سمك في مسكتين وبيظهر بيظهر مساحة في مسكة واحد فقط فيه ميني يا شباب انني اركز على المسكة اللي فيه المساحة ازا وجد المسكة اللي فيه المساحة يبقى ازا هيظهر زي المعادلة او زي واحد زائد واحد بيساوي اتنين يبقى المسكتين الاخرين هيظهر عندي سمك سمكه قدي ايه يا مستر سمكه زي ما هو موجود عندي في المسكة اللي شفناه وزي ما احنا وضحناه في الايزومترك اللي بيكون موجود عندي طيب تعالوا نجيب بقى طلاقي الاعصاب او الشكل العصب اللي موجود عندي هنا يا شباب الشكل هنا العصب الاول اللي هو سمك وعشرين وهنا ظاهر عندي مساحة اللي هو الشكل الشبه من حرف او الغير منتظم ده المضلع الغير منتظم ده هو ده المساحة بتاعة المسقط الداخلي طيب ممكن طالب طالب من ابنائنا الطلاب يسأل يقول يا مستر اش معنى انا خدت العصب ده طيب ما فيه عندي اتنين طيب وفيه عصبين بيظهر مساحة يا شباب العصب الخارجي مسك من اول الاستوانة من المحور الى المحور ولكن العصب الداخلي ماسك من طرف الاستوانة الصغرى الى طرف الاستوانة الكبرى يبقى اذا بينطبق على الايه العصب الداخلي اللي بيكون موجود عندي ماشي وبرضو ما فيش مساحتين موجودين عندي في اي رسمة ايا كانت الا اذا كان العصب بميل ودي بيكون في حالات معينة هنتطرك لها ان شاء الله بعد كده طيب يبقى هنا العصب ظهر لي مساحة في المسقط الرأسي ظهر لي هنا سمك يبقى هيجيلي في المسكت الجانيبي سمك نيجي نحدد الابعاد الخاصة به حددنا اللي هو السمكة عنده اتناشر مش هنا من هنا اتناشر يا شباب وطلعنا ايضا وطلعنا بالعصب بس هنطلع لحد فين بقام هنا في معلومتين مهمين جدا يجب على جميع ابنائنا الطلاب انهم يخلوا بالهم منهم المعلومة الاولانية ان العصب هيظهر لي بحالتين حالة ظاهرة وحالة مختفية الحالة الظاهرة اللي هي موجودة اعلى الاستوانة اللي هي ارتفاعها اربعين يعني من اربعين لحد الاستوانة الخارجية او الاستوانة الكبرى اللي هي الستين هيظهر عندي العصب سمك ومن ايضا هيظهر عندي مدار باقة العصب يا شباب مداري وراء الاستوانة او خلف الاستوانة اللي هي ارتفاعها اربعين بس هو موجود يبقى ما نيجي نرسم ظهرنا العصب فين ظهرنا العصب هنا سمك وظاهر عندي من الاربعين الى الستين بنفس السمك اللي عندي اللي هو اتناشر وجينا من اسفل او من خلف الاستوانة اللي هي موجودة ارتفاع 40 وعملنا نقط موجود طيب النقط ده لحد فين لحد العصب الاخر زي ما احنا قلنا انهم هيطلاقوا العصبين مع بعض عشان كدعامة اساسية بتمسك الرسمة اللي بيكون او بتمسك الكطعة الميكانيكية اللي بيكون موجودة عندي طيب نعمل العصب الاخر عشان يطلاقوا العصب الاخر ايضا ظهر لي هنا ايه ظهر لي هنا مساحة وظهر لي هنا سمك يبقى هيجي لي هنا سم هيجي لي سمك ازاي بنافس السمك العشرين ده يا شباب ايضا ظهر لي العصب بس ظهر لي بحالتين ايضا الحالة الاولى هي ان جالي برا الاستوانة اللي موجودة عندي ظهر لي العصب انا شايفه لان العصب بيجي لي مسلوب او بزاوية كده فانا شايفه من الاستوانة الصغرى الى الاستوانة الكبرى جاي بالشكل كده ولكن هنا اما اجا شوف بعد الاستوانة الصغرى ايضا هيبقى العصب عندي مخفي داخليا وبالتالي انا مش هشوفه يبقى ايزا العصب بيظهر لي في الحالتين حتى لو كان سمك طيب نشوف هنا كده ظهر لي هنا السمكة عندي عشرين يبقى جينا من هنا من الاستوانة الخارجية للاستوانة الداخلية عندي عشرين وظاهر امامي ايضا وهنيجي من الاستوانة الداخلية خلفها هيظهر يبقى كده العصبين طلاقوا هنرجع تاني نشوفهم ايوا العصب شوفه وجي شباب جي مسك من العصبين مع بعض يبقى ايزا العصبين طلاقوا مع بعض كدعامة علشان تمسك الرسمة او القطعة الميكانيكية اللي بيكون موجودة عندي وحطينا لكم المنظور ايضا تاني عشان نبص من المسكة الجانبي الاستوانة اللي باللون الاحمر الكبيرة موجودة هي الاستوانة الداخلية اللي هي باللون الازرق نقاط ظهرت عندي نقاط مختفية موجودة ايضا الاستوانة رقم 3 الخارجية اللي موجودة انا بصص من هنا فانا شايف فعملت مكانة نقط بالارتفاع عفوا بالارتفاع عندي كام اربعين الاستوانة رقم اربعة الداخلية اللي موجودة عندي طبعا هنا موجودة بنفس الارتفاع ايضا الايه اربعين ونقط لانها موجودة داخلي العصب ادي العصب اللي موجودة عندي باللون الازرق من فوق تهير لي من فوق سمكة ايضا وجالي من تحت الاستوانة اللي هو الجزء ده يا شباب بقى اللي هو تحت ده اللي هو الجزء ده كده الجزء اللي موجود دحت ده مطلاق مع العصب الاخر نازل نقط وايضا العصب رقم اتنين ظاهر لي من هنا سمك بالسمك عشرين عندي وظاهر عندي من الاستوانة الصغرى للاستوانة الكبرى زي ما احنا عاملينه هنا كده وداخل جوه عشين يطلاق مع العصب الاخر موجود فين موجود معاه وبكده يبقى احنا جبنا المسكت الجانبي اللي بيكون موجود عندي طيب تعالوا نشوف حاجة مهمة جدا ايضا وهي عملية القطاع لما نيجي نقول القطاع هو ايه احنا قلنا قبل كده الابناءنا الطلبة المقصود بالقطاع هو او تعريفه هو قطع في الاجزاء الميكانيكية او الاجزاء المراد قطعها بغرض اظهار الاجزاء الميكانيكية المختفية اللي موجودة داخل الرسمة يعني انا بعمل قطاع في القطع الميكانيكية ليه علشان اشوف الاجزاء الداخلية اجزاء انا مش شايفها في الواقع عندي ولكن انا عاوز اشوفها موجودة او اشوف اماكنها موجودة ازاي داخل الدايرة لذلك احنا قلنا فيه قطاع رأسي وفيه قطاع جانبي وفيه قطاع افقي وفيه قطاع متدرج ما بيبقاش على استقامة واحدة بغير في الاشكال اللي عندي بحيث انني اشوف القطع الميكانيكية عندي ظهرة وطبعا القطاع ما بينطبقش على الرسم الميكانيكي بس القطاع بينطبق على جميع التخصصات او على جميع الاشياء بصفة عامة انا عاوز اشوف الحاجات الداخلية او اشوف الاجزاء الداخلية على سبيل المثال انا في تلاجة منزلية بنلاحظ بعض الرسومات في مادة تكنولوجيا الكهرباء او مادة تكنولوجيا التبريد والتكييف الى اخره من المواد اللي عندنا بنلاقي يقول لك قطاع في التلاجة اللي عندي القطاع قصده ايه او القطاع يقصد بي ايه يقصد اننا بيين الاجزاء المختفية اللي بيكون موجودة عندي داخل الرسمة علشان طلبنا يشوفوا الشكل موجود داخل القطع ازاي او داخل المكان ازاي لذلك هو هنا طالب مني قطاعين قطاع رأسي وقطاع جانبي نشوف مع بعض كده القطاع الرأسي ونشرحه مع بعض القطاع الرأسي يا شباب طالبهولي فين اه اه اما نيجي نشوف الرسمة هنا حدد للمحور وحدد للاسهم اللي بيكون موجودة عندي عندي ايه ايه ادي الايه ودي الايه اللي عندي معناه كلمة ايه ايه المقصود بها ايه يا شباب بيقول لي امشي في المنطقة ديا يعني المنطقة اللي انا محددها لك هي اللي تمشي فيها وتعمل عملية قطاع طيب انا عملت عملية قطاع معناه ان انا جيت في المنظور او جيت في الشكل العام بتاعي ده شباب وروحت انا قاطع الشكل العام كده فانا ما اقطع منتصف او اقطع الشكل الايزومتريك اللي موجود عندي منتصفه يبقى في حاجات كتير مكادش ظهرها تظهر زي ايه مستر زي الدائرة الداخلية لو انا ماشي قاطع كده بالشكل اللي بيكون موجود عندي اصبح الدائرة دي هتظهر واصبح الدائرة الداخلية هتظهر وكل جزء داخلية هتظهر تبتعالوا نشوف مع بعض بعد ما اقطعت في الايزومتريك او المنظور الهندسي انا شفت ايه شفنا يا شباب كده الوضع واضح عندي ولا لا وطلبنا اللي مكادش فهم موضوع القطاع بعد الحلقة دي ان شاء الله اعتقد اعتقد كبير انهم هيكونوا فهمين عملية القطاع ولمسينه وفهموه بالتفصيل الممل طيب الوضع العادي كان كده بس انا اطعت منتصف الشكل اللي موجود عندي لما عملت عملية القطاع ايه اللي حصل يا شباب ادي اطعت منتصف فالاجزاء الداخلية للقطعة الميكانيكية ظهرت عندي زي ايه الدائرة الداخلية اللي موجودة عندي داخلية دي يا شباب الدائرة دي انا ما كنت شايفها في الوضع العادي فاذا هنا هتبقى ايه موجودة بصوا كده شوفوا شكل الرسمة ظهرت لي الدائرة الداخلية اللي عندي وايضا في منتصفة من هنا. فما قطعت في منتصفة اما اجابص من الناحية بعد ما شيل الجزء ده كده رميه هاشوف الايه المجرى اللي عندي فظهرت مكانة. يبقى اول حاجة هنا بعد اما قطعت بالشكل اللي عند القطاع الرأسي شفت الدائرة الداخلية ولذلك انا بنقول لابنائنا الطلاب ان انتو لو فهمتوا عملية القطاع قبل مرسم الرسمة الاول انا افهم عملية القطاع بحيس ان انا لو فهمت عملية القطاع بدل ما اعمل خطوط الاستوانات الداخلية مختفية وارجع حسن عليها تانية هاخد مني وقت وهاخد مني جهد وهمسح في اللوحة اللي بيكون موجودة عندي وبالتالي مش هيبقى شكل اللوحة مناسب او شكل اللوحة نظيف لذلك احنا بننصح ابنائنا الطلبة ان انت ما تمسك ورقة الاسئلة بتبتدي الاول تقرأ الاسئلة وتشوف عملية القطاع طالبها ازاي ولو انا فهمها ببتدي ارسم خط الاستوانة اللي احنا عملناها مختفي وايضا عملناها ظاهر بعد كده ببتدي ارسمه ظاهر ولابد بوضح لابنائنا الطلبة معلومة مهمة جدا ان الخطوط بتكون خفيفة او تكون خفيفة بقدر الامكان لحتى يتم التأكد من ان الرسمة بتاعتي سليمة وصحيحة مئة في المئة انا تأكدت ان الرسمة بتاعتي صحيحة مفيش مانع ان انا بعد ما خلص الرسمة اعيد على الخطوط بطريقة بسيطة ايضا بحيث ان اوضح منها ولكن ما تكونش الخطوط بارزة واجي احسن اعمل خط جنب الخط لا ده لازم احسن يبقى حسن على نفس الخط بحيث ان يبقى ظاهر والشكل بيبقى ملموس بالنسبة للمصحح اللي هيجي يصحح لنا اه ورقة الاجابة اللي عندي طيب اه شفنا هنا الشكل العام الاستوانة الداخلية ظهرت يا شباب طيب احنا قطعنا كمان هنا قطعنا في العصب طيب العصب عندي ظهر يبقى ايزا القطع هيبقى في الجزء ده كده طيب ومشينا من هنا هنرجع للجزئية دي تانية يا شباب لموضوع العصب في القطاع الجزء ده ايضا هنا الاستوانة الخارجية اوريدي ظهرة ولكن الاستوانة الداخلية اللي هي موجودة عندي هنا ما كانتش ظهرة فاصبحت انا ظهرتها بالشكل اللي بيكون موجودة عندي هنا طيب يا مصدر انت مسحت الخطوط بتاعت العصب ليه على اساس مش احنا قلنا كان الوضع العام عندي كده واحنا قلنا في عملية القطاع مفيش خطوط بتبقى موجودة بتقطع عملية القطاع ليه يا شباب لان احنا قلنا الملحوظة المهمة جدا لابنائنا الطلاب ان رقم واحد مفيش خطوط بتقطع خطوط التهشير رقم اتنين ان خطوط التهشير بتكون خفيفة او اقل سمكة من خطوط المسكة اللي بيكون موجودة عندي تلاتة انا ما حسنش على خط التهشير مرة اخرى بحيث ان الخط عندي بيكون ظاهر الى حد ما ولكن يكون اخف من خط المسكة وما عدش عليه مرة اخرى اه رابعا ان خط التهشير مفيش حاجة بتقطعه نهائيا وبالتالي هتلاقي الرسمة اللي عندي لو احنا مشينا بالقواعد اللي احنا قلناها هتلاقي الرسمة بتاعتي نظيفة وكويسة وزي الفل طيب وما ننساش ان احنا نقول انه خطوط التهشير هتبقى بزاوية خمسة واربعين درجة طب عندي خطوط التهشير بتختلف من تخصص لاخر بس القطع الميكانيكية بمعنى صحة او في المجمل والقطع التبريدية بيكون التهشير فيها بزاوية خمسة واربعين درجة في بعض القطع او في بعض الاقسام الاخرى بيبقى تهشير صفر تهشير تسعين اه ده احنا بنقول اللي يخصنا فقط فالمجمل العام في اللي يخصني بس ولكن ليس عليه علاقة بالاقسام الاخرى طيب تعالوا نشوف هنا يا شباب بعد ما احنا هشرنا او عملنا عملية القطاع مساحنا طبعا مفيش خطوط بتقطع خطوط التهشير فالجزء اللي هيتهشر فيها شباب امشوا معايا كده على الايزومتريك الجزء الخارجي اللي هو سنك الاستوانتين قادي سنك الاستوانتين وجينا هنا السنك الاخر للاستوانة وليس المجرى الصغيرة دي مش هيتهشر فيها ليه لان دي اصلا انا مشيت فيها فراغ فهتلاقي التهشير عندي ماشي في المنطقة دي للاستوانة وماشي ايضا في المنطقة دي طب ممكن طالب من طلابنا يقول يا مستر طب انت عملت عملية كطاع في العصبين يعني احنا عملنا عملية كطاع في العصبين انا ليه هشر العصب اللي هو من اسفل وليه ما هشرتش العصب الاخر نقول لابنانا الطلاب المعلومة اللي احنا قلناها تاني ان انا بهشر في السمك فقط وليس في المساحة يعني المساحة دي انا ما بهشرش فيها ولكن انا بهشر فقط في السمك اللي بيكون موجود عندي او بمعنى اصح ان انا ممكن اقول اذا كان القطع موازي للعصب فان العصب لا يهشر واذا كان القطع عمودي على العصب فان العصب يهشر يعني انا بهشر في السمك فقط ولكن ما بهشرش فين في المساحة الداخلية اللي بيكون موجودة عندي لذلك اللي باللون الازرق ده انا اطعت فيه ايضا ولكن ده مساحة او قطع موازي للعصب فما هشرش فيه لكن انا هشرتي هنا فين في السمك اللي هو للعصب الاخر لذلك هنشوف شكل المسقط بعد عملية القطاع شفنا الشكل ازاي وضح قدامي زي ما هو موجود في المنظور الهندسي موجود هنا القطعة دي انا هشرتها بزاوية 45 وايضا القطعة الاخرى اللي هي متصلة من الاستوانة للعصب ومتصلة من هنا طيب ممكن نسأل نقول الجزء اللي في النص بتاع الاستوانة دا او الجزء بتاع الاستوانة دا انا ما هشرتوش ليه او ما عملتش فيه عملية تهشير ليه لان التهشير بيظهر في الاماكن اللي بيمشي فيها المنشار فقط ولكن انا في المنتصف يبقى فراغ الاستوانة لا يهشر اطلاقا لا او مش شرط فراغ الاستوانة اي فراغ بصفة عامة بيكون موجود عندي انا ما بهشروش لان انا بهشر في السمك اللي للمنشار بيمشي فيه فقط او القطاع اللي للمنشار بيمشي فيه فقط لذلك انا عندي كان عندي في التمرينين هنا جزءين ما هشرتش فيهم هي فراغات الاستوانة والمجرى الداخلية اللي موجودة في الاستوانة لان دي انا مبغيرش حاجة فيها فخطوط التهشير بتظهر في الأماكن اللي منشار أو القطع بيتم فيها فقط ده بالنسبة للقطاع الرأسي زي ما هو موجود عني طيب تعالوا نشوف المطلب الآخر وهو القطاع الجانبي زي ما إحنا شايفين حدد لي السهم عندي عندي بي بي بيقول لي يعني القطع هيبقى هنا ونلاحظ هنا يا شباب أن القطع هيبقى في الأسطوانة رقم 3 ورقم 4 من الرسمة فقط وليس كل المسقط يعني هو قال لي اقطع لي في الحتة دي فقط بعد ما اقطع في الجزء ده كده هشوف ايه بعد عملية القطاع فإذا أنا هكتع في الجزء ده فقط يا شباب يعني هاجف المنصور وهقطع الحتة دي أو الجزء ده من الأسطوانة فقط وهشيله من قلب الرسمة أشوف هيظهر لي ايه بعد عملية الرسم فإذا أنا هكتع ايه عشان احنا هنلاحظ دلوقتي التغيير اللي هيطرق على القطعة الميكانيكية بعد عملية الكطاع احنا شايفين الشكل كده قبل عملية القطاع الجانبي ولكن أنا جيت قطعت هنا عملية القطع في الأسطوانة اللي هي باللون الأصفر دي قطعتها شوف هنشوف ايه يا شباب بعد ما قطعنا شوفوا لاحظوا الشكل ايه اللي حصل كان الشكل العادي بالشكل ده لان الشكل كان كامل ولكن هنا حصل عملية قطع في الجزء اللي أنا قلته فقط اللي هو من الأسطوانة رقم 3 ورقم 4 يبقى معنى كده ان التهشير هيتم في حاجتين فقط هي الاستوانتين الخارجيتين اللي هما للأسطوانة رقم 3 والأسطوانة رقم 4 اللي هما ارتفاعهم كام ارتفاعهم اربعين ولكن باقي المسقط لا يتم فيه التهشير ولا يتم فيه القطاع بس فيه معلومة مهمة جدا نقول لأبنائنا الطلبة ان احنا ايضا لو احنا فهمنا عملية القطاع وخصوصا في الوضع الجنبي اللي بيكون موجودة عندي هنا عملية القطاع كل الخطوط المخفية اللي موجودة عندي هنا هتتمسح لان القطاع بينفي جميع الخطوط المخفية اللي بيكون موجودة عندي لذلك احنا هنشوف فين هنشوف الجزء ده فقط يبقى اذا كل الحاجات الداخلية اللي موجودة او اللي أنا عملتها اصلا دي كتوضيح لأبنائنا الطلبة لو طلب من المسكة الجانبية ما فيه وش قطاع بعمل الشغل اللي انا عملته ده وظهر نقطة المختفية والظهرة وكله بيبقى موجود فين في قلب المسكة الجانبية ولكن هنا انا طالب عملية قطاع فتعالوا نشوف التغيير اللي هيطرق على المسكة الجانبية شوفوا المسكة الجانبية كان الوضع العادي كده كل الاجزاء الداخلية المختفية كانت موجودة في قلب المسكة ولكن انا ما عملت عملية قطاع ظهرت الجزء اللي هو هيتهشر فيه اللي هو من الاسطوانة الخارجية فقط اللي هي الجزئين دول كده شباب اللي هما شايفين اللي هما باللون الاصفر او اللون الدهبي عندي ده وخطوط التهشير بتكون متساوية بتكون بساوية 45 طيب احنا ما هشرناش جوه ليه لان جوه موجود فراغ زي ما ذكرناها سابقا وده الجزء من العصب اللي هو باللون البني والجزء الاخر من العصب في الناحية او الجهة الاخرى اللي بيكون موجودة عندي طيب من هنا لحد هنا الجزء من العصب اللي هو باللون الازرق ده باين انا اصريت ان انا لون المسقط الجانبي عشان ابناءنا الطلبة يلمسوا الشكل ويفهموه بشكل توضيحي انما انت مش معني بعملية التلوين او مش معني بالالوان بصفة عامة ولكن احنا وضحنا لكم بس شكل المسقط بيكون موجود ازاي بعد عملية القطاع يبقى بكده احنا عملنا المسقطين اللي بيكونوا موجودين عندي رسمنا المسقط الجانبي وعملنا قطاع رأسي عند اي اي وقطاع جانبي عند بي بي نشوف رسمة اخرى مهمة جدا داخل تخصصنا وهي قطعة ميكانيكية ايضا ولكن هي قطعة ميكانيكية اقل سهولة او اقل تركيب من القطعة السابقة او اللي هو المنظور رقم واحد اللي احنا رسمناه لو احنا فهمنا القواعد بصفة عامة هنبتدي نتطرق ابناءنا الطلبة هيعرفوا يستنتجوا المسقط السالس بكل سلاسة وبكل يسر وايضا هيقدروا يستنتجوا المسقط الجانبي ويعملوا عملية قطاع بكل سلاسة وبكل يسر وبوضح لابناء الطلبة ان ملاحظة جدا ان التلات مساقط مرتبطين بمجسم واحد فقط زي ما بنوضحها لكم لذلك هي بعد الاستوانة هو نفسه اللي موجود في المسقط الرأسي نفسه اللي موجود في المسقط الجانبي نفسه اللي موجود في المسقط الافقي وهم الاستوانة واحدة ولكن بداختلف على حسب الرؤية طيب تعالوا نشوف التمرين اللي هو بيقول لي تمرين على استنتاج المسقط السالس ايضا ادي التمرين بيوضح لي المسقط الرأسي والمسقط الافقي لقطعة ميكانيكية ايضا وقال لي هنا ايه ارسم بمقياس رسم الى واحد طبعا احنا قلنا لابناءنا الطلبة واحد الى واحد يعني نفس الرسمة موجودة عندي نفس الرسمة او نفس الابعاد هنقللي على ورقة الرسم طيب ادي هنا مسكة رأسي قطاع عند المحور ايه ايه مسكة افكي كامل مسكة جانبي ايه كامل طيب يبقى هنا هشين هنتطرك لعملية القطاع ايضا عملية القطاع ايه ايه ليس قطاع كامل ولكن هو قطاع نصفي او بالمعنى البسيط هو نصف قطاع فقط لو القطاع قامل هيقول لي ايه بتوله المسكت كده ولكن هو ذكر لي ايه المنطقة اللي بيكون موجودة عندي هنا فقط وبالتالي المنطقة دي هي منتصف القطاع فقط وهنشوف ايه في منتصف القطاع هيترق علينا ان شاء الله ملاحظات جديدة هنشوفها مع بعض طيب تعالوا مع بعض نحلل الرسمة اللي موجودة عندي طيب أنا بباصل من المسكت الرأسي شايف القعدة اللي موجودة عندي باللون الاحمر ديا ادي في المسكت الرأسي ايضا اهي وباصص من المسكت الافوكي انا شايف الشكل المستطيل او الشكل المربع اللي بيكون موجود عندي اللي هو فيه الاقواس اللي احنا هنشرحها ايضا وفيه استوانا وطبعا مش هنتطرك للاستوانا ايضا بالتفصيل لان احنا لسه شرحنا في المسكت اللي قبل كده فاللي فهم قبل كده وفهم الحلقة السابقة هيعرف يستنتج بكل سهولة وبكل يوس ادي الاستوانا زهر لي هنا دائرة كبيرة زهر لي هنا استوانا يبقى هجلي في الجانب لأستوانا ودي استوانا رقم 2 اللي هي هنا بالشكل المختفي عندي زهر لي هنا دائرة زهر لي هنا مستطيل طول او عمكه داخل الاستوانا اللي عندي 30 يبقى تظهر لي برضو هنا 30 بس انا مش شايف فهمنا الائزو متر فيه اربع صقوط موجودين عندي لما بص من الافكي هو كاتب لي ايه نلاحظ حاجة ان كاتب لي هنا اربعة في ار تساعتاشر ونزل تحت كاتب لي اربعة في فاي عشرة بعض أبناءنا الطلاب ما بيعرفوش يفرقوا بين الاتنين دول يعني إيه مستر هو هنا السهم موجود فين السهم موجود على الأرك أو الكوس اللي بيكون موجود عندي يبقى إذن المقصود بالأربعة R19 هي أبعاد الكوس البس هي معنية بالكوس والمقصود بأربعة إيه هو عدد الأقواس اللي موجودة فين في الرسمة بالكامل مش شرط يتبلي على كل رسمة R19 هو جمع أدام أنصاف الأكتار متساوية للأقواس جمعها في جزء واحد فقط وكتب عدد الأقواس طبعا ما نيجي نبص الأربعة في الفاي عشر مقصود بها إيه الرأس السهم موجودة فين يا شباب موجودة على الإسطوانة أو موجودة على الدائرة أو التجويف الداخلي اللي موجود في الأعدة يبقى هذا معنى بالأعدة وأنها أربعة معنى أن أربع أقواس كتر كل أعدة فيهم كام يا شباب أربعة عشرة زي ما إحنا شايفين طيب إحنا حللنا الرسمة الداخلية ومنيجي نبص من المسكة الرأسي من هنا هنشوف التجويف هنا شفناه بس دول اتنين منطبقين على بعض فأنا هشوفهم واحد فقط ولكن في الوضع العادي أو في الوضع الحقيقي هم موجودين اتنين ولكن على محور واحد فبنشوفهم شكل واحد فقط طب عملناهم نقطة يا مستر عملناهم نقطة لأن أنا باصس من الناحية الرأسية فأنا مش هشوفهم طبعا بالبديه كده إن كل أبناءنا الطلبة هنقول لما نجي نستنتج المسكة الجانبي المسكة الجانبي هو صورة طبق الأصل من المسكة الرأسي لا يختلف فيما عدا اختلاف ارتفاع المسكة الأفقي فقط يعني لما نجي نجمع هنا هنقول هنجيب طول المسكة إزاي اتنين وسبعين اتنين وسبعين وتسعتاشر وتسعتاشر تمانية وتلاتين يبقى أصبح طول المسكة الرأسي كام مية وعشرة طيب أيضا هنا اختلف هنا هيبقى كام ستة وسبعين وتسعتاشر وتسعتاشر تمانية وتلاتين هيديني مية واربع تلاتين طب تعالوا نشوف كده الشكل اللي عندي اهو جبنا المسكتين ولوناهم برضو عشان نبقى الصورة واضحة قدامنا طيب تعالوا نشوف أبعاد المسكة أيضا اهو هدي اللي احنا لسه عالينه أبعاد المسكة الجانبي هنا طوله كام طوله مية وعشرة زي ما احنا ذكرنا في ارتفاع المسكة الرأسي اللي هو كام مية واربع تاشر عفوا في الارتفاع اللي هو كام خمسة وخمسين طيب حطينا المحاور اللي عندنا زي ما ذكرنا دي المحور الكبير اللي موجودة عندي او في المنتصف برسمه اول حاجة تعالوا نشوف اما جي ابص من الجهة الجانبية من هنا مش انا هشوف القعدة يا شباب اللي أنا لسه شايفة ايضا اللي هي موجودة عندي هنا زي ما هشوفها من الجهة الرأسية فهاجب اللي ارتفاع اللي عندي عشرة وهبتدي هرسم القعدة اللي عندي بارتفاع ايضا عشرة معناه ان انا ابص من الناحية الجانبية زي ما هبص لها من الناحية الرأسية يبقى انا عملت القعدة اللي هي بارتفاع عشرة وبطول المسكت اللي هي موجودة عندي هنا كده طيب ديج نشوف الاستوانات الاستوانة رقم واحد زهرالي هنا ايه مع بعض كده زهرالي هنا دائرة يبقى زهرالي هنا مستطيل يبقى هتجي لي هنا ايه مستطيل والمفروض ان احنا نكون حافظناه طيب ادي جبنا البعد اللي عندي وطلعنا بيها ايضا وطلعنا هنا يا شباب جات لي مستطيل بالشكل اللي بيكون موجود عندي طيب بعد ما انا خلص هنلاقي ان الجزء ده زيادة انا مش معني بي او انا مليش علاقة فيه فببتدي امسحه امسح الخطوط اللي عندي لذلك انا بقول للابناء الطلبة ان انا امسح الخطوط بحيث ان الخطوط عندي تكون خفيفة في الاول لبقدر الامكان لان لوحة الرسمة بتجيلي اللوحة بتبقى رقيقة جدا فعلشين انا امسك الالم وابتدي اه ابتدي اه اضغط على الورقة ممكن اقطع الورقة اللي عندي وبوز الشكل الجمالي وبوز الرسمة وفي بعض من ابناءنا الطلبة بيبقى مضطرب لما بيقطع الورقة او بيحصل للورقة حاجة وخصوصا ابناءنا الطلبة اللي هي الملتزمة واللي هي بتزاكر بتبقى خايفة على الايه على رسمها وبالتالي احنا بنقول بنضغط بشكل بسيط علشان نقدر نمسح حتى لو احنا اخطأنا ومسحنا الخطوط اللي بيكون موجودة عندي مش هتبقى بينة عندي ومش هتبقى مرحوظة خالص طيب احنا كده عملنا الاستوانة زهرت لي هنا ايه يا شباب دائرة ظهر لي هنا مستطيل جات لي هنا مستطيل بالشكل اللي بيكون موجود عندي طب هنا ظهرت لي لان انا بصص من الجهة المقابلة فانا شايفة زي ما احنا لسه شايفينها في الايزومتريك او المنظور اللي بيكون موجود عندي طيب تعالوا نشوف الدائرة رقم اتنين اللي هي باللون الازرق ادي الدائرة رقم اتنين يا شباب برضو اللي هيسري عليها يسري على الدائرة او الاستوانة بسفة عامة ظهرت لي هنا بنفس الكتر اللي عنده الكتر هنا مدهولي كان ر 16 يبقى لا ر 16 عفوا هي الكبيرة ر اه الكبيرة ر 28 يعني معناها ان الكتر بتاعها 56 والصغيرة اللي هي بالازرق الار عندي 44 معناها ان الكتر بتاعها 44 يعني من هنا المحور 22 ومن هنا ايه 22 فاحنا حددناه ومطلعنا بيه هتظهر هتظهر ايضا زي ما هي ظهرة هنا ما احنا قلنا الابناءنا الطلبة انها تبقى صورة تبقي الاصل من المسقط الجانبي من المسقط الرأسي ظهر لي هنا الطول كام الطول هنا 30 يبقى هتنزل عندي 30 طب الشطف ده بتاع ايه يا شباب الشطف ده معناه ان فيه تجويف هنا او فيه تخويش بين الاستوانة رقم اتنين والاستوانة رقم تلاتة ده في الشكل التجميعي ممكن احط اه اه تجميع او بنزة او اي شيء بحيث ان يمسك القطعة الميكانيكية اللي بيكون موجودة عني فظهرت لي بنفس الشكل نيجي للاستوانة رقم تلاتة اللي هي باللون الازرق اللي عندي باللون الاسمر هنظهر مكاننا وطبعا احنا احنا اعرفنا بالبديهة هتطلع نقط ومستطيل لان ظهرة هنا دائرة ظهرة هنا مستطيل هيدن او نقط ظهرة هنا مستطيل ارضي نقط لان انا مش هيفة داخل الجسم وبالتالي احنا كده ظهرنا التلات استوانات وظهرنا الاعداء هيتفضل عندي ايه يا شباب الاربع سقوب اللي بيكون موجودة عندي لما نيجي نطلع بدول كده يا شباب هنلاقي دول على محور واحد فيزهرولي هنا بالشكل ايضا سقب واحد وهنا ايضا على محور واحد فيزهرولي في الجهة الاخرى سقب واحد ولكن هما في الوضع الحقيقي موجودة في موجودة في اتنين يبقى اذا كان في في استوانتين عندي على نفس الكطر يبقى انا هيطلقوا عندي فين هیطلقوا عندي على نفس الكطر عندي استوانتين بدل أربعة وبالتالي شفنا احنا شكل الاستوانطين ظاهر ازاي يبقى احنا كده عملنا المسكة المسكة الجانبي ولمسناه وعرفنا فيه كل حاجة تعالوا نشوف عملية القطاع هو طالب مني ايه هنا طالب مني ايه يا شباب قطاع رأسي عنده ايه ايه ولكن هنا القطاع الرأسي ايه نصف قطاع فقط وليس قطاع كامل يبقى احنا نخلي بالنا من هنا ان الشكل العام عندي هيبقى نصف قطاع طب انا قطعت يا شباب في الجزء ده كده يبقى اذا الجزء ده يا مستر مش هيبقى نيجي يمته نهائي او لنا علاقة بيه نهائيا لان الجزء ده انا ما عملتش فيه اي شي يبقى الجزء ده هيفضل زي ما هو مش هغير فيه اي حاجة انما الجزء اللي بيتم عملية القطاع هبتدي اظهر ايه اظهر او اظهر الاجزاء المختفية اللي بيكون موجودة عندي هنا طيب احنا شفنا كده طيب قبل ما اجي اعمل عملية القطاع هنا ممكن نسأل لابداء للطلبة احنا نعمل هنا في وحالة نصف القطاع لازم الاول يا شباب احدد المحور اللي بيكون موجود عندي اخليه خط ظاهر وابتدي اظهر الاجزاء المختفية انا مشيت من هنا كده فالاستوانة الداخلية اللي هي باللازرق بانت عندي فظهرتها عندي لحد فين لحد الجزء اللي ما هو محددهولي وبرضو tạiستوانة رقم تلاتة موجودة عندي فانا ظهرتها عندي ومسحت الخطوط اللي بيكون موجودة عندي وفي نفس الوقت ايضا يا شباب انا مسحت ايه مسحت اللي هنا الاستوانة اللي هي قد ظهرة عندي هنا او كادت مختفية عندي هنا التقبل اللي بيكون موجود عندي في الاعدا تب ليه انا مسحتها ممكن طالب يسأل يقول انت ليه مسحتها لان انا مشيت بالمنشار من هنا او الحد القاطع من هنا مشيلي من هنا فما مشيش فيها وبالتالي هيبقى شكل الاستوانة او شكل عملية القطاع اصبح هنا واضح قدامي شكل القطاع ويبقى بكده احنا رسمنا النهاردة تمرينين ومهمين جدا هم استنتاج المسكة التالت مع عمل قطاع وعرفنا ازاي بيتم القطاع في الجنبي وازاي بيتم القطاع في الرأسي وايضا شفنا في المسكة الاخر القطاع النصفي اتمنى من ابنائنا الطلبة في نهاية حلقتنا انهم يكونوا استفادوا من الحلقة وطبعا احنا تحت امركم في استفساراتكم موجودة على قناة مصر التعليم الفني على اليوتيوب ايضا وموجودة على التليجرام فاتمنى انكم تكونوا استفدتوا على امل ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات اخرى لكم تحياتي والسلام